اهلا بكم مشاهدينا وهذه القراءة في أهم ما جاء بالصحافة العالمية والتي يسعدنا أن تصحبنا فيها الصحفية نادية أبو المجد أهلا بك نادية أهلا بك إذن نبدأ جولتنا الصحفية مع الفاينشال تايمز التي تناولت في افتتاحيتها عفوا الشأن التونسي وكتبت تحت عنوان رئيس تونس يقود بلاده إلى طريق خطير وعشارت الصحيفة إلى أن هناك شكوكا في أن الرئيس قيس السعيد يسعى إلى تعزيز سلطته من خلال تحويل تونس إلى رئاسة تنفيذية تشبه تلك التي كانت تحت قيادة زين العبدين بن علي فيما يعد انتكاسة أخرى لمكاسب ثورة 2011 على حد وصف الصحيفة إذن نادية بخصوص هذا المقال لدي السؤال هل قيس السعيد فشل ربما في تسويق صورة الزعيم الإصلاحي داخل تونس على الأقل الإعلام الغربي الذي يصل الآن إلى أن يرى فيه زين العبدين بن علي الجديد في تونس حتى هذه الافتتاحية اعتبرت أن الإجراءات التي اتخذها في يوليو هي بمثابة انقلاب على السلطة وهي أصلا تستعرض أن المتظاهرين السلميين في تونس يتعرضون للضرب بالعصي يتم رشهم بالماء هناك اعتقالات لمدنيين هناك محاكمات عسكرية لمدنيين ولأشخاص بارزة سواء نيابيين أو غيرهم فبيقولوا يعني كأنه صدق أو لا تصدق أن هذه الإجراءات تحدث في تونس اللي هي مهد الثورات الربيع العربي واللي هي كانت حتى وقت قريب تعتبر أنها النموذج الوحيد الناجح لثورات الربيع العربي في الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية لكن بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس قيس سعيد فهي بتتحدث على أنه كما قرأت في المقدمة أنه يأخذ البلاد إلى الطريقة التي كان يحكم بها زين العبدين بن علي وهي الطريقة التي ثار التونسين ضدها وهو بيقول أنه حتى لو كان هناك بعض الشعبية له من قبل بعض التونسيين عندما اتخذ هذه الإجراءات كانت على أمل أن يصلح للاقتصاد لكن هو بيقول أنه فشل في إصلاح الاقتصاد وهو هذا ما يجب أن يركز عليه فكرة هناك مشاكل اقتصادية ملحة في تونس هذه أولوية هذا ما يحتاجه التونسيين فعلا فهذا هو ما يجب أن يركز عليه واختتمت الطحية قولها بأنه يجب على العالم الغربي أن يضغط على قيس سعيد حتى يعود للديمقراطية ويركز كل جهوده ويساعدوه في حل المشاكل تونس الاقتصادية الملحة سواء من ناحية الديون المستوى المعيشي المتردي البطالة وكل ما يعاني من التونسيين هذه هي الشيء الملح الذي يجب أن يتم معالجته وليس العودة للديكتاتورية التي ثارى التونسيين ضدها نعم نادية نذهب الآن إلى موقع CNN الذي تحدث عن العلاقات الأمريكية المصرية وكتب تحت عنوان الولايات المتحدة تقرر استمرار تعليق مساعدات بالملايين لمصر بسبب ملف حقوق الإنسان وذكر الموقع أن إدارة الرئيس جو بايدن قرر التعليق مبلغ 130 مليون دولاراً المخصص كمساعدات لمصر لفشلها في الالتزام بشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية مرة أخرى نادية هذه ليست أول مرة نتحدث عن عقوبات اقتصادية ضد مصر منذ انقلاب يوليو 2013 هل فعلاً هذه العبارة عقوبات ووقف المساعدات تخيف الحكومة المصرية أمام تجاوزتها لحقوق الإنسان؟ لننتظر ونرى حتى الآن لا يوجد رد فعل رسمي من الحكومة المصرية هذه تتم الحديث عن الاستمرار تعليق المساعدات بالأمس أسين أن تنقل عن مصدر مطلع في الخارجية الأمريكية الذي أكد فعلاً أنه تم اتخاذ هذا القرار لأنه يجب على الخارجية الأمريكية أن تعلن خططها بخصوص المساعدات قبل يوم 30 يناير فهي أعلنت أنها مستمرة في تعليق 130 مليون دولار لأنه بسبب ملف حقوق الإنسان كان الإدارة الأمريكية تريد إجراءات معينة تقول أنها لم تتم وكان الوزير الخارجية الأمريكي بلينكين في سبتمبر كان قد قال أنه لو لم يتم استفاء هذه المطالب أنه سيتم استمرار تعليق هذه هذه كانت أول مرة نسمع عن تعليق هذه المساعدات العسكرية وهي جزء من 300 مليون دولار ستأخذ مصر 170 مليون وسيتم تعليق 130 مليون دولار ونقلا عن مصدر أيضا تحدثت معه في الإدارة الأمريكية تحدثت معه CNN وقال أن مصر هي آخر بلد تحتاج 130 مليون دولار الآن بسبب ملف حقوق الإنسان وأن هذه الأموال سيتم إعطائها للدول أخرى كما تحدث التقرير على أن هناك مكالمة تليفونية حدثت بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره المصري إلا أن الملخص الذي نشر عن المكالمة لم يتحدث عن هذه جزئية المساعدات ومن الجدير بالذكر أن يوم 25 يناير نفس يوم ذكرى ثورة يناير كان تم الحديث على أن هناك صفقة محتملة بـ 2.5 مليار دولار لبيع أسلحة طائرات ورادار لمصر لكن المتحدث بالاسم الخارجية الأمريكية قال بالأمس أن الصفقة شيء والمساعدات شيء آخر نعم شكرا لك نادية أنتقل بك الآن إلى مجلة Foreign Affairs تناولت الشأن السوري ومصير الأسد حيث كتبت تحت عنوان الأسد هنا ليبقى لكن الولايات المتحدة ما تزال تستطيع محاسبتها وقالت الصحيفة إنه بعد عقد من الصراع في سوريا لا يزال بشار الأسد يتصرف بحصانة مشيرة إلى أنه أخفى قصريا عشرات الآلاف وعذب آلافا آخرين الحقيقة نادي الملفت في هذا المقال هي كلمة الحصانة لا أدري ما الذي تقصده Foreign Affairs الحصانة الروسية أو ربما حصانة أخرى أقوى من الحصانة الروسية أعتقد أنه يعني فكرة أنه لم يحاسب فكرة الحصانة من الحساب حتى الآن لم يحاسب على ما حدث للشعب السوري والحصانة من باب الحماية يعني أنه لم يتم يعني لم يتعرض لعقاب جدي حتى الآن يعني فكرة مجرد استمراره في السلطة بعد كل ما حدث للسوريين يعني بجانب طبعا ما ذكرته فكرة عشرات الآلاف من الاختفاء القصري والتعذيب والقتل وغير طبعا اللاجئين بالمئات غير أن الشعب السوري أيضا نقلا عن هذا التقرير أنه 90% منه تحت خط الفقر يعني فمعاناة على جميع الأصعدة لكن بتقول أنه يبدو أنه لا يوجد مؤشر الآن أنه ذاهب أو أنه ما زال موجود في السلطة وعدد من الحكومات العربية بدأت تطبع وتعيد العلاقات معه فهو هذا التقريب يقول أنه حتى لو أنه الدول الشرق الأوسط لها ظروفها مضطرين في التعامل معه أو ما إلى ذلك لكن هذا هو ليس نفس الوضع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو بالنسبة لأوروبا وهي توصيهم يعني بتقول من باب أولى أكثر شيء مهم هو فكرة اللاجئين السوريين ومن المقصود بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن على محاسبة الأسد هو فكرة أنه على كذا مستوى أول حاجة أنه اللاجئين فكرة أنه محاولة توفير الحماية لهم وعدم إعادتهم قصريا إلى سوريا وأيضا المساعدات الإنسانية لهم بسبب طبعا معاناتهم وانتشرهم في جميع أنحاء العالم وخصصا في ظروف البرد القاسية هذه الأيام وقالت أنه يجب على أيضا الولايات المتحدة أنها تحاول أن تجد طرق أنها تعاقب الأسد ربما ما يحدث في أوروبا الآن هي محاولة فكرة محاكمة بعض الأشخاص القريبين من النظام بسبب بتهم ارتكاب جرائم حرب بس فكرة أنه مش كفاية أنه الولايات المتحدة تقول أنه لا تشجع على التعامل أو التطبيع معه لجب أن يكون هناك وسائل أخرى للضغط أكتر مداما ما زاله موجود في السلطة صحيفة The Guardian نادية تحدثت عن مباحثات الغاز بين قطر والولايات المتحدة وكتبت تحت عنوان قطر في مباحثات لمد أوروبا بالغاز في حال قطعه من قبل روسيا وكتبت الصحيفة قائلة إنه من المتوقع أن يخبر أمير قطر الرئيس الأمريكي أن بلاده بإمكانها تزويد بالغاز المسال على المدى القصير للمساعدة في تعويض أي نقص في الإمدادات عفوا نادية بخصوص العبارة الأخيرة المدى القصير ما المقصود بالمدى القصير في ملف بأهمية واستراتيجية الغاز نتحدث عن غاز سيسال من قطر إلى اتجاه أوروبا لماذا نتحدث عن المدى القصير الآن؟ لا الحقيقة في كلمة تانية كانت في نفس السياق فكرة أنه طارق لأنه ظروف طارقة الآن لأنه معروف أن قطر هي أكبر منتج للغاز المسال في العالم وهي الثالثة من ناحية الاحتياط في الغاز المسال في العالم فهي عندها وفرة في الغاز لكنها مرتبطة بعقود طويلة الأمد مع عدد من الدول التي تصدر لها الغاز الآن في وضع طارق فكرة أنه لو فعلا قامت روسيا بغزو أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض عقوبات في هذه الحالة ولذلك هناك مباحثات ربما في الأسبوع الماضي أو حتى أكثر من ذلك بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذا الموضوع ماذا استطاعت قطر أن تزود أوروبا لأن أوروبا معتمدة لحد كبير من الغاز من على روسيا وهل هذا المدى القصير ممكن أن يتحول إلى مدى طويل؟ كل هذه هي مناقشات سيتم النقاش بصورة أكثر عندما يزور الأمير قطر يوم الاثنين عندما يزور الأمير تميم الرئيس الأمريكي بايدن يوم الاثنين في الولايات المتحدة الأمريكية وماذا يمكن أن يحدث فيه هذا؟ هل فقط قصير الأمد؟ هل ممكن أن يكون بعيد الأمد؟ بسبب مثل هذه الظروف في المستقبل وعودة إلى مجلة فورين أفيرز وهذه المرة تناولت مستجدات وباء كورونا وكتبت تحت عنوانها وباء المجهول الاعتياد في زمن الشك الذي فرضته جائحة كورونا وقالت المجلة إنه في غضون عامين فقط سهم فيروس كوفيد 19 في تغيير طريقة فهم المجتمعات للصحة العامة والأمراض بالفعل قبل قليل كنا نتحدث مع بروفيسور من نيويورك وتحدث ربما عن أخبار صارة لكن لحد الآن المشكلة والغريب ربما مع هذه الجائحة أن الأخبار الصارة لم تعد في الكثير من الأحيان صارت للجميع وهناك من يشكك مثلا في ظهور عقارات جديدة وظهور لقاحات جديدة هل هذا الوضع فعلا هو ما تفسره أو تحاول تفسيره المجلة؟ بالضبط هذا التقريب بعد حوالي عامين من الجائحة فبتقول أنه أصلا أن الناس يعني مين كان يتخيل أن المفردات اللي بتحدثها بقت في الحديث اليومي للأشخاص للجميع حول العالم فكرة اللقاحات المتحورات الاختبارات السريعة يعني أصبحت هذه هي المفردات اللي الناس طول وقت بتتحدث فيها بسبب تأثير هذا الوباء على حياة الناس بعد عامين وكما قلت أنه البعض بيقول أنه ربما أوميكرون يكون بداية النهاية يتفائل بأنه أوميكرون بداية النهاية لكن هو المشكلة أن هذه الجائحة مختلفة عن الأوباء السابقة التي عانى منها العالم وتتصرف بطريقة مختلفة يعني من الصعب ومقارنة فيروس كورونا بتحوراته بانتشاره بالإنفلونزا عندما ضربت منذ ماء التعام فيه سيناريوهات متفائلة وفيه سيناريوهات أقل تفاؤلا لكن هو بغض النظر عن التفاؤل أو التشاؤم يعني تقول الصحيفة أنه لا يوجد أحد ممكن أن يقول بطريقة يعني واضحة وجازمة كيف سينتهي هذا الوباء لكن يظل الأمل أنه أوميكرون بما أنه أخف رغم طبعا انتشاره السريع أنه يكون هذه هي بداية النهاية ويكون فعلا موضوع المناعة القطيع واللقاحات بدأت تنعكس على ذلك لكن يجب أن نعلم أنه 40% من سكان العالم حتى الآن لم يطلقوا حتى ولا جرعة واحدة لكن نبقى متفائلين أنه هذه بداية النهاية نبقى متفائلين نادية أبو المجد شكرا لك جزيلا في استحابنا في هذه الجولة العالمية للصحف المسائية مستمرة وبعد الفاصل يلتقيكم زميلي مصطفى عاشور واستاد مباشر وفيه المنتخب التونسي يسعى للوصول للمربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا على حساب بوركنافاسو غدا والكاميرون صاحبة الضيافة تخشى مفاجآت جامبيا الحصان الأسود للبطولة اشتركوا في القناة